السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ملاحد يعمل بحث علمي بيحتاج ان هو يمع معنوات. تمام? ففي كزا طرق من طرق جامع البيانات. ممكن يعمل استبيانات مقابلات شخصية. ممكن يعمل تجربة. ممكن يروح في الموقع ويشوف الموضوع من اول اخر وماشي ازاي. وهو ده اللي بيمشي على البحث العلمي لو عارف ياخد اكتر من طريقة اخر وبركة. لو طريقة واحدة كفاية. بس يقول ليه? يعني يقول انا خدت الطريقة دي عشان فيها مزايا واحدين تلاتة. والعيوب اللي فيها انا انا حاولت تتجنبها كزا. وناس كترة بكزا استخدمتها وطلعت نتيجة كويسة وطلعت افضل من الاسئلة الاخرى. فبيقول لنا الطريقة اللي انا اخترتها مسلا الاستبيانات. وفايدتها كزا 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 وهتديني حاجات اضاك. ولازم تعمل زي بايلوت يعني تبدأ تسأل الناس قريبين منك وتشوف هل الاسئلة دي كويسة ولا لا. لو في اي سؤال بش مهم شيلوا عشان تركز على الاسئلة اللي هي المهمة يعني حاول ان انت تركز على الحاجة اللي هي في ظلب الموضوع واي حاجة تانية مش مهمة شيلها. يعني مثلا بعمل سبيان عن التطبيق البيم مثلا وكتب النوع اللي بيجاوه بذكر ولا انسها هتفرق معي ولا بش تفرق? انا ما بحكمش. انا بسألك انت هل العمر بتاعه هيفرق ولا بش يفرق? تبدأ انت تشوف ايه الاسئلة اللي مهمة وخليها والاسئلة اللي مش مهمة شيلها عساس الراجل اللي يركز على الاجواب بتاعتك. لما يلاقي متين سؤال ممكن ما يجاوبش. فانت حاول تركز على سئلة المهمة حاول موضوع جمع المعلومات ده يكون في اول البحث لان ممكن تطلع لك النتيجة غير ما انت متصور فالبحث كله يتغير او تغير الموضوع. طيب ايه اهم الاساليب اللي ممكن الواحد تتباحها ويكون مفيدة? ممكن ان انت تروح وتتقعد في الموقع نفسه وتشوف الموضوع من اول اخره يعني تعيش الحاجة. زي مثلا كان في كذا واحد بعمل بحس عن البيم والتكلفة او البيم والادارة او البيم والحل للمشاكل. فراح مشروع معين وقعد فيه وده عملت دراسة فيه. وده ده ليه مشاكل ايه هي? ان ممكن المشروع يطول. يعني على سبيل المسال مسلا كان الناس راحت مدحف مصر بدون سكر اسامي والمشروع اخذ فترة اطول فبدلا ما هو كان عايز يخلص 6 شهور ومرتبط بالمشروع بشينفع يعمل البحث والمشروع لسا ما مكملش ممكن تظهر حاجات في الاخر. ففضل معاه لحد ما المشروع خلص. تمام? وممكن مشروع ما يخلصي. فاتطر تدور عمشروع تاني. فلازم تاخد بالك من المخاطرة ديت. تمام? فيه ممكن ان انت تعمل مقابلات شخصية. تمام? بس انت هتطر ان انت تروح لهم. اه لو مقابلات شخصية واجها لواجه فيها ميزة ان انت تتنقش معاها وتقول اه اه رأيك ووايو الرأي وتتنقشه. وده مناسبة للعينها الصغيرة لو انت هتقعد مثلا مع عشر عشر واحد وتتنقشه ويفضل ان انت تسجلها بحيس لو في حاجة بشواضحة ترجع لها. تسجلها صوت بعد ما تسأزنه طبعا. وفي بعض الابحاث بيشترط ان انت تقدم له تسجيل صوتي للمحاسة مع الناس. تمام? يعني كان فيه اه صديق اتصل بها من بريطانيا انا عامل بحث ولازم يسجل ولازم اقول في التسجيل ان انت موافق على على نشر الكلام دوت. تمام? اه فيها ميزة ان انت لو في اي سؤال بشواضح تقدر توضحه بس هي المشكلة ان انت هتبقى العين صغيرة والمشكلة ان انت هتطار تتنقل. يعني قبل كده كنت انا في مشروع في حتة اسماء الدحيل ففي واحد عايز تزع حاجة معينة خلصت عليا للدحيل عشان انت موجود في المواقع تشوف الحاجة بنفسك. في بقى حاجات مناسبة لو عينات كبيرة لو انت عايز تاخد عينات كبيرة زي مثلا تبعت بالفاكس او بالبريد ودي طبعا هتبقى فيها تكلفة وبطيقة وممكن الرجل مايردش وممكن تاخد وقت على ما تكتبها وممكن يكتبها والكس اللي يبعتها ينسى. تمام? في حاجة تانية اللي هي ان انت تطبع وتتوزع تمام? فهي فهم اذا انت هتخدها بعدها مسلا بعشرة دقيق بعد ما يملاها. بس هتطر برضو ان انت تتعود على كمبيوتر وتدخل وغال حاجة دي كلها. في حاجة سريعة اللي هي عن طريق الانترنت. بتعمل السبيان كان فيه مونكي سيرفي ده موقع ممتاز جدا. بتعمل السبيان عليه وتبدأ تبعثه للناس. وهما مجرد بيختار او بيعمل السبيان ويبعته لك. تكون عندك قاعدة بيانات كويسة. والموقع نفسه بيحلالك البيانات ويدهالك. بدارها كويسة. وطبعا فيه فيه امكانية لحاجة مجاني. وفيه مزايا اكتر لو انت هتزفع فلوس. كيش ان تجدني يعني على طول. تمام? المشكلة انه ممكن تكون انت عامل السبيان للشريحة كبيرة. وممكن تشريح ده ما عندهش انترنت. ما عندهش كمبيوتر. يعني انت مسلا عايز تعمل اه الشريحة اللي انت هتكلم فيها العمال. طب قدر ما هو ما عندهش كمبيوتر. فانت كده وقعت في 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 مشكلة او في تحيز. كانوا واحد مسلا بيعمل السبيان عن الناس اللي هي بتعرف تقرأ وتكتب ووقف على البوابة بتاعت الجامعة الامريكية. فالنتيجة تلعت 100% ان كل الناس بتعرف تقرأ وتكتب. فدي من ضمن المشاكل وان كنت بتشافها يعني قوي لما كنت بتعمل البحث عن موضوع خاص بحاجة معينة وعايز شراحة معينة مثلا. عايز تتكلم مع الدكاترة ومهندسين بتشوف المشاكل اللي موجودة في الكطاع اللي هم موجودين فيه تمام. دي اهم الطرق جمع البيانات. ودي اللي الناس بتسعادمة كتير. واتمنى تفيد الناس ويبدأوا شوفوا ايه المناسب ليهم. وربنا وفاكم ان شاء الله.